موسيقى بعد طول انتظار للتقاط أنفاس الاستثمار والبيئة الخصبة للخدمات السياحية والزراعة والصناعة يضع رئيس مجلس الوزراء النقاط على الحروف مجددا لكن مع رجال الأعمال العراقيين يثبت الكاظم نقاط العمل الجاد لمحاسبة المبتزين والمساومين لرجال الأعمال سيما فتح أبواب الاستثمار على مصرعيها أمام كل الفرص التي تحقق عودة العراق إلى أوج نشاطه الاقتصادي فهو البلد الغني بتاريخ الزراعة والصناعة إلى جانب المعالم السياحية والآثار المرتبطة بكبرى الحضارات أنا من استعد حمايتكم وأقولها بكل صراحة بابي مفتوح لكم ولكن تعالوا يشتغلوا وابنوا بلدكم أي ابتزاز غير مفور رجال الأعمال ومن معيب أرجى الأعمال أن أخطر الابتزاز قاعد يشوفون الشركات الدولية والعالمية ما تدفع على شيئا ما تقدر قوانين تحميها أنا أقول لكم اليوم أنا جاهز لحمايتكم وقابل الحماية أريد بناعدكم شغل جاد للبناء الحكومة التي تكتب على دفتر أبيض ليس فيها أي محاولات لتصفية حسابات أو تحقيق مآرب النفوذ إنما يؤكد رئيس الحكومة أنها حكومة توافق وتفاهم وتكاتف وطنية من واجب الحكومة أن تحمل قطاع خاص أنا نطلب لكم طلب واضح وأحتي بكل شفافية هذه فرصة تاريخية للتكاتف لبناء عراق جديد والعراق بي خيرات ممكن يكون أيقونة أو نموذج لإقتصاد ناهظ بس هذا من ينجح إذا ما يكون تكاتف بناتنا جميعا القطاع الخاص الذي يعاني مرار الارتباك في انتاجية المشاريع الاستثمارية على الرغم من وجود بيئة خصبة يهيئها العراق بمقدراته الغنية ليس النفط فحسب إنما الانفتاح على المجتمع العربي والعالمي قطاع يضرب به الفساد وتضرب به عمليات الجماعات الإرهابية ويعلو صوت السلاح عليه وما النفور العراقي قبل العربي إلا بسبب المساومات والابتزاز والتهديد المستمر جدية الحكومة في استخدام منشار القطع لحبل المساومة يحتاجه العراقيون المستثمرون الذي تغرب جزء كبير منهم خشية ضياع أي مشروع قد يخطف مستقبله التوتر الأمني أو السياسي أو الاقتصادي نحن مطالبين بتحرير الاقتصاد العراقي من الاحتماد على مصدر واحد ويكون هناك دور حقيقة للقطاع الخاص